اسمرار لحملاتها التفتيشية على الأسواق الكويتية نفذت فرق قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة حملات ميدانية على المحلات والمطاعم بمناطق شرق وجبلة والشويخ حيث أسفرت عن مصادرة 60 كيلو جرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتحرير 32 مخالفة وغلق أحد المحال وتنوعت المخالفات ما بين تراخيص الإعلانات ومخالفات أغذية وتخزين مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيود بقواعد النظافة العامة